السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أهم أسباب نزول الدم في الشهر التاسع من الحمل هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نزول الدم في الشهر التاسع من الحمل ومن أهمها واحد المشيمة المنزاحة وهي حالة تحدث عندما تنزح المشيمة بالقرب من فتحة عنق الرحم أو فوقها مما يؤدي إلى انسداد في عنق الرحم الأمر الذي يصعب الولادة إزف الأسباب الأخيرة من الحمل عندما تتمدد جدران عنق الرحم استعدادا للولادة تتمزق المشيمة فتلاحظ الأمة النزيف اتنين إحدى علامات الولادة المبكرة النزيف في الشهر التاسع من الحمل قد يدل على الولادة المبكرة وذلك بسبب التمدد والتمزق لعنق الرحم استعدادا للولادة لذا فقد تلاحظ الحمل وجود إفرازات مخاطية يصاحبها الدم ثلاثة انفصال المشيمة وهي حالة تحدث عندما تنفصل المشيمة جزئيا أو بالكامل عن جدار الرحم الداخلي قبل الولادة مما يسبب الشعور بالألم وقد ينتج عنه نزيف وفي بعض الحالات قد يقتصر الأمر على الشعور بالألم فقط أربعة حدوث تغير في عنق الرحم التغيرات في عنق الرحم يمكن أن تسبب النزيف وخاصة التغيرات التي تنتج بعد العلاقة الجنسية خمسة التهابات في المهبل وهي وجود التهابات أو عدوى في المهبل الذي قد يسبب خروج الدم لذا ينصح في استشارة الطبيب في هذه الحالة لاختيار العلاج المناسب الأوعية المتقدمة هو آخر أسباب نزول الدم وهي حالة نديرة الحدوث عندما تمر الأوعية الدموية للطفل عبر الأخشية التي تغطي عنق الرحم لذا عند نزول ماء الجنين يمكن أن تتمزق الأوعية الدموية مما يؤدي إلى نزيف مهبلي قد يهدد حياة الطفل لذلك يجب استشارة الطبيب فورا رؤية الأم لأي دماء في هذه الفترة في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت دعونوا لايك وكمنتوا وتشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ